بعدما انتهت الحرب راح الملك واسع الملكة على موت ابنهم واخده راحه يتمشه مع بعض قال لها انه عايز يمحزنجه بعدما تخلى عن الشعب وهرب لها المحافظة الاستعباله في مدينة قبل كده وصل هو وعلته لانه بعتلهم وعينه الامبراطور دي نايب الوزير بعد المساعدة اللي قدمها له وجدت الملكة وشكرته بنفسها على المعروف اللي عمله مع جوزها الامبراطور رجعه تاني للأسر وسأل الامبراطور عن القائد جي لانه ما كانش شايفه وده لانه راح لمستشار الامبراطور اللي خانل كل وقت الحرب وكان عايز يقتله بس راحه المستشار جانجه وقال لنه محدش يقدر ياخد قرار بعد عفو الامبراطور اخد عودها للامبراطور وقتها القائد جي طلب من الامبراطور ان يقتله لكن كمان يقتل الخين اللي كان سبب في موت عدد كبير جدا من جنوب جوريو وبعدما القائد جي ميش يوقف المستشار جانجه وترجى الامبراطور ان يعقب الخينيين بس الامبراطور صمم على رأيه وقال إنه معانه كتير في الحرب وكفاية أو الناس اللي ماتوا وأكيد مش هيئة لحد تاني ونناوي غير جوريو علشان محدش يفكر تاني إنه يحتلهم طلب منه يصق فيه ويمشي وراه وخلاه يعمل اجتماع لكل المستشارين وقال لهم إنه يحد مش هيسمع كلامه أو يطيع عمره هيعتبر خاين لأن جاي الوقت الجوريو كلها إنها تعيش في سلام ومن دلوقتي هيكون هو المسؤول عن فرض الضرائب وأمور الشعب كلها أطلب بقى المستشارين وقالوله إن اللي بيقوله ده هيأثر على استقرار الأمة وهيعمل مشاكل كتير طلب منهم يلتزموا بالكلام وكل المطلوب منهم وأنهم يجاهزوا الخطط ويقدموا هاله حتى جانجي كمان أطرد وقال له إنه مش هيقدر ينافذ الأوامر خرج الإمبراطور الكل من عنده وسابهوه علشان يتكلم معاه وسألوا عن سبب معرضته ليه قال له جانجي موافع على كل أفكار وعلى نيته لكن جوريو دلوقتي في حربه قريب جدا ختانة حاول إنها تحتلهم تالي ولو هو سخر كل وقته والمصالح الداخلية ما فيش حد يراعي المصالح الخارجية ولا يحمي البلد وترجى إنه يأجل إصلاح الأمة الداخلية لحد ما يشوفوا أمور الحرب فانتظر الإمبراطور ومشي عارف الإمبراطور إن جانجي عمره ما يغير رأيه ونصعه المستشار إن يطرده لإنه ما ينفعش حد يعرضه بالشكل ده وساب الإمبراطور يفكر في الكلام ده وخرج أما أختي الملكة فراحة أهلت للملكة إن فيه شاع منتشر ويأني وقت زيارة الإمبراطور لمدينة المحافظ حاب بنته عشان كده بعد جابه وهي جات معاه ولو جاوزها وجاب منها وريس العرش وأتامش هيكون لها أي قيمة وعشان كده لازم تطردها خصوصاً لمعنى إن الإمبراطور بعدها جابها هي والدها فهي بتعلق بيها بس دي ما كانتش حقيقة خالص ده إن الإمبراطور كان مجغول في القرارات اللي بيطلعها وطلب من المستشارين إنهم يدعموا وافوا كلهم عين واحد منهم علشان يتابع إن كان فيه أي حد إن المسؤولين بيعطل العمل أو بيوقف ضد قراراته علشان يتعاقب بشكل فوري ناد عليه جانج وقال له إن الحرب ما انتهتش ولازم يركزه على أحماية جوريو تعصب عليه الإمبراطور وطلب منه إن يحتفظ برأيه النفسه لإنه عارف كويس مصلحة البلاد فيه وبعد ما الاجتماع خلص راح قابل المستشار يو مستشار جانج وطلب منه إنه يقف جنبهم وجنب الإمبراطور لما جانج رفض طلب منه مساعد الوزير إنه يستقيل من منصبه بس لما كانوش يعرفون اللي كشاف رجعه بخبر الإمبراطور بإنه قوات ختان بدأت تستعدي تاني علشان تحتل حدوك جوريو والكلام ده يتم خلال سنة أو اتنين بكتير طلب من وزير الدفاع إنه يستعد بأقصى سرع وحتى فيهم الإمبراطور كويس إن الجانج كان عنده حق وللأسف فيه جواسيس متفقين مع ختان وانتشيرين في كل مكان بيوصل أخبار الإمبراطور والاستدادات أول بأول بينها رجعتان الجوريو اللي انتشرت فيها الإشاعات والسمعة السيئة عن بنت المحافظ طررت إنها ترجعتان المدينة علشان تبعت شوية عن كلام الناس لكن للأسف اكتشفت إن أهل المدينة كلهم برضو بوصولها نظرات استحقار والموضوع لما كبر بالشكل ده بدأت الملكة تدقيق بعتت للمستشار يو وسألته عن السبب اللي خلى الإمبراطور يبعت لنابي الوزير علشان يجيله مخصوص والسبب اللي خلى يعينه في المنصب ده قال لها علانية الإمبراطور توليه كل المناصب ولفت نظر عنه وحس في الموضوع وتأكد إن الإمبراطور ما فيش بينه وبين بنت المحافظ أي حاجة خالص فرحت الملكة وتطمنت لسي بنت المحافظ كانت أعمالها الدور على مكان الإمبراطور لحد ما رحتله وراجع من مدينة قريبة قالت له إنه بينها للحزن دايماً وعايزة تنصحه بنصيحة صغيرة إنه لازم يمشي في الطريق للآخر علشان يعرف إن كان صحة ولا بلط قالت له إنها تصق فيه ومتأكدة إنها هيكون صحة بس مجرد ما خلصت جملتها مصلت له رسالة إن كل الوزراء استقالوا والوزراء كلها بقت فضيه ومفيش حد موجود فيها راح تأكد بنفسه لها إن الكلام صح وشاف المستشارين إنه تصرف ضاع الصيان وخيانة ولازم الإمبراطور يعقبهم على كده ورح لجنجي وترجع إنه يساعده لإنه مش هيقدر يرجع في قراره علشان الوزراء بتبقاش قوى منه فجنجي وقال له إنه قراره من البداية كان غلط وحاس الإمبراطور بالتحدي وإن جنجي بيتخلى عنه وعمل اجتماع لكل المستشارين وبلغ جنجي إنه مطرود من منصبه لسا المستشار جنجي بيتكلم معاه إنه لإمبراطور الكلام وقال له إنه لازم يسيب الأسر حالا لإنه ما بقاش من راعيه صدم جنجي وخرج من الأسر وراح وراء مستشار يو تاني وقال له إن البلد فوضع حارق جدا وكان لازم ما يتخلاش عن الإمبراطور ويوافق إنه يساعده قال له إنه كان عنده أمل إنه يغاير رأيه في النهاية لإن الإمبراطور بيصق فيه واختاره هو بالذات علشان يساعده دون أن عمباء المستشارين كلهم وبسبب اللي عمله ده يحس الإمبراطور بألم كبير فعلا ده كانت حية والإمبراطور حسه إنه متضمر خالص ودي كانت أول مره يحس فيها بالإحساس ده ودخل اللي غضل فيها الملكة بفضل يترجاها إنها متتخلاش عنه وتفضل جنبه حتى لو الكل سابه وتخلى عنه جنج هو كمان كان زعلان جدا وحبت مراته إنها تهون عليه فقالت له إن كده أحسن لهم علشان يبقى قدامهم فرصة يزوروا فيها أولادهم وتاني يوم أو المفاق الإمبراطور طلبت من مراته إنه يبص للأمور من أكتر من اتجاه ويكسب رضا العائلات الكبيرة بدل ما يكسب عدوتهم لأنهم الدعم الرئيسي للأيلة الملكية بس هو قال إنه كل همه مصلحة الشعب حتى لو هيعاد الدنيا كلها وسبه ومشي مستشار يقال إنه عنده فكرة ممكن تنقذ الموقف وإنه يجيب كل القادة اللي عاف عنهم بعد جرائمهم وقت الحرب ويخليهم يتولوا الوزرات غزبا عنهم وما كانش الامبراطور عجبوا الفكرة وشايف إن دي طريقة غلط سطر أن يوافق لإنه ما كانش في حل تأني جابوا مهددهم وما يوافوا أو هيعقبهم على جرائمهم طرنهم يوافقوا وكانجي كمال لما عارف ما عجبوش الوضع خصوصا إن الخوانة دول محدش بيحبهم للشعب ولا الجنود راح اتكلم مع المستشار يو فرد عليه وقال له إنه بيحاول يفوز بالمعركة مهما كان التمن تاني يوم راح المستشار يو يتكلم مع الملكة لأنه اللي كانت بعتاله وقالت له اللي مش عجبها الوضع وحاسة إن الخطر جاي عليهم هو ما عطرتش ولا صح على المعلومة حصل وطلب منها تحكيله كل حاجة قالت لأنه اختار راحت لمدينة جانجي أو المعرفة إن القادة المحليين راحوا كلهم لهناك علشان تتكلم معهم متقنم وانهم ما يسيجوش الوزرات لكن عد وقت طويل وما رجعتش فخاف الامبراطور عليها وقال إن دي حاجة خطر جدا وبعت قواتها علشان يرجعوها ويحافظوا على سلامتها فلان وصلوا لها ورجعوها للامبراطور فسأل عن سبب زيارتها للوزراء لهم القادة المحالين قالت له إنها خافت إنهم يحاول يؤذوا والدها ما إنه أخذ مكانهم وحكت له اللي حصل هناك وبعدها رجعت لقضتها في يوم جديد كان جانجي قاعد في بيته فقالت له زيارة من الضابط شيون وقال له إنه اكتشف فساد من نايا بالوزير حكال على اللي عمله وقت ما كان محافظ بإنه عفى كل ولاد المسؤولين من التجنيد وحكينجي واجه الامبراطور بالكلام ده وقال له الامبراطور إنه عارف ده كويس واثق في نايا بالوزير وهيفضل يدعمه وطلب من يسيبه ويخرم لكن جانجي فاهمه إن الجنود ما يعرفوش السياسة بكل اللي يعرفو إنهم بيقتلوا لما يجي لهم الأمر ويضحوا بحياتهم في مقابل حاجة واحدة بس وإنه يحافظ على شرف جوريو ولو اكتشفوا إنه فيه فساد وإنه تساهل مع مسؤول وقتها الجيش كله هيقف ضده ويوعه وكمان أصار الامبراطور إنه يطرده من الأصر وقال له إنه بقى مش مسؤول وما ينفعش يدخل فأي حاجة ما تخصهوش مش جانجي وقعد الامبراطور دي مع كل المستشارين ومسؤولين الحكومة وتابع معهم وضع جوريو لها بيان رسمي من جانجي بيطالب فيه بيعقاض نائب الوزير وكاتب جريمتون أرى واحد من المستشارين البيانه قدام الكل وهي أفع كله لدي المسؤولين من التجنيد ودي جريمة خطيرة جدا وبعد ما حصل ده خرج الامبراطور يدور على جانجي وهو متعصد لأنه صمم يحرجه قدام الكل وهو المشاف وكان عايز يخنوه بس ما قدرش يعمل كده طلب منه يسيب المملكة ويبعد عنه خالص وركب حصانه فض الماشي بيه بأقصى سرعة ومتعصد جدا فخبط في عربية ووية والجرح جروح خطيرة جريع علي الحراس بسرعة لشان يساعدوه وفعلا نعلو للأصر وبدأ إلى الطباء يعالجوا الجروح وقالو للملكة إنه في حالة خطر ونبضه ضعيف جدا والساعة اللي جاية هتكون حارجة جدا فقعدت الملكة جنبه طايت وكانت حزين عليه جانجي ما كانش يعرف اللي حصل وبدأ يجايز حكته علشان يسيب المدينة زي من الامبراطور طلب منه جاله القايد جي وقال له الحالة اللي وصل لها الامبراطور ركب جانجي حصانه وجرع على الأصر علشان يطمن عليه فلقى المستشار يو بيقوله إنه هو سبب في الحالة اللي وصل لها الامبراطور لأنه مقدرش يتحكم في غضبه بعد اللي عمله معاه وكل المستشارين طلبوا من جانج إنه يسيب المدينة ويمشي أعمل كده هو ومراته ومرت لأيام مبالئة حالة الامبراطور تتحسن قررت الملكة إنها تعدل بعض القرارات في شؤون جوريو قبل من فوق وجامعت المستشارين واخترت القايد جي علشان تبعاته يدرس أمور غزو ختان في جيو كيونج كلفت كمان باقي المهندسين كل واحد بوظيفة وعزرت نائب الوزير واتهمته بأنه مجرم وأمرك بالأبضع ليه كل ده علشان تبعي ببنته عند الامبراطور وعلشان ملهاش السلطة إنها تستجوبه أو تسجنه يقوله بأمر من الامبراطور فقررت إنها تطلب تعاون المستشارين كلهم رفضوا النوم ببقى مجرد دمية في إيد الملكة لكن بعدما المستشاريو أقنعهم بدأوا يحققوا في الموضوع وضبرت الملكة كل حاجة معيو علشان تثبت تهمة على نائب الوزير مش بس كده دي جابت بنته الكبيرة كيان وفضلت تهينها بكلام كتير لأنها عرضت على الامبراطور الجواز وعلشان نائب الوزير يرحم بنته من الأهانات دي أضرب كل الجرام المتهم بيها فاللحظة لي فقى الامبراطور ورجع لكرس العرش وقبل ما أي حد يمشي تعصب على الملكة قدام الكل وطلب منها تمشي حالا طلب من نائب الوزير إن يرجع بيته وبنته لأنه كان تعبان جدا بساعد على الكرسي وقال إنه عافى عن كل المجرمين ومش عايزة أي حد تاني يتكلم في جريمة نائب الوزير لكن كل المستشارين رفضوا وطلبوا منه أن يحقق العدالة وخارج من القاعة لأكل الجنود والقادة العسكريين كمان مجمعين ويطلبوا منه أن يعاقب نائب الوزير أو يقطع عروسهم فماشي الامبراطور دي من غير ما يتكلم ولا كلمة ورجع لقطه لأنه كان تعبان جدا جات للملكة وقالت له أنه عناده ده يوقعه في غلطة كبيرة وبرضه ما اسمع لها وطردها من القوضة وصلت رسالة من جانج وقاله فيها إزاي ينقذ نائب الوزير وبعدما الامبراطور أراها بعت لبنت نائب الوزير كيان لأنه اتجاوزها ودي كانت صدمة كبيرة للملكة طبعا نائب الوزير وبنته كان اغطرهم من الفرح ودخلوا لأسرهم رفعين رأسهم الحل ده اللي كان يلهوله جانج بأنه يعلم أنه فعلا نائب الوزير غلطان ويستحق العقاب لكن لأنه بقى من عيلته فممكن يعفو عنه وده حسب نص القانون مش الامبراطور على نفس الخطوات اللي قال له عليها جانج بالزبط وأعلن ده في اجتماع قدام الكل وطلب من المساعد يو نجهز مراسم الفرح بعد الاجتماع نادى على المساعد يو كلمه على انفراد ولامه على مساعدته للملكة اعتذر المساعد يو وقال له أنه كان بيحاول ينقذ الموقف في الفترة اللي كان تعبن فيها بعدها جات له الملكة علشان تخليه يتراجع عن فكرة الجواز بس هو طلب منها تلتزم بالمطلوب منها وبس ولازم ترحب بالزوجة الجديدة وبعد ما رأسم الفرح مخيصك كان لازم يروحوا لقودة العروسة ولا أختها قاعدة في الأرض بتتراجع إنه ما يكسرش قلبها لأنها بتحبه وعانت أيام وليالي كتير فكانت بتدى إنها تبقى من نصيبه في الآخر ولما سابع ودخل للعروسة قررت له كيان إنها عارفة كويس إنه بيحب الملكة ومش عايزة بيكسر قلبها علشان هو كمان قلبه ما يتكسرش لأنه بيحبها ويها تكتفي بس بلقب الزوجة اللي فازت بيه وثاني يوم راحت للملكة وقالت لها إنها مستعدة تسمع كلامها في أي حاجة خلتها الملكة مسؤولة عن تحضير الأقمشة والملابس ورحب بعدها الأميرة اتكلمت مع المساعد جو وقالت له إنها حاولت تبعد نائب الوزير لكن نتيجة لبنته دخلت الأصر ولازم يفكروا كويس ويلاء وطريقة علشان يطردوهم مما الاتنين قالها إنها يحاول بكل جهده علشان يساعدها تحقق اللي هي عيزة أما نائب الوزير فقر الرسالة اللي باعتها جنج للإمبراطور وعرف إنه هو اللي ساعده راح زاره وشكره على مساعدته لي وبعد ما مش جاله قائد الكبير وقال له إنه كل القادة الأقلميين اللي عزلهم الإمبراطور دي من جماله بيدور على طريقة يخلوا بيها الإمبراطور يستسلم بدأ جدا وبدأ يدور في الطريقة تخرجهم من المشكلة دي تانيهم في الأصر وقف المساعد تاك وقدم تقرير بيطلب فيه من الإمبراطور إنما يتجاوز واحدا ولدها مجرم في حق الأصر وحق جوريو كلها طبعا هو عمل كده بالاتفاق مع الملكة اللي وعدته بمناصب كتيرة ليه والأصدقاء بعد ما خلاص التقرير طلب الإمبراطور من بقى المستشارين إنهم يقولوا رأيهم كل أجمع إن جريمة نائب الوزير أقلب كتير من جريمة المستشار تاك اللي أزل جنوب في الحرب وسأل الإمبراطور بشكل مباشر من اللي طلب منه يقدم التقرير ده في الوقت ده بالذات ومتاك مرد اشترضوا الإمبراطور من الأصر فعطرت تاك على القرار ده وقال إنه ما فيش مبرر يخلي يطرده ويف الإمبراطور وقال المبرر هو جريمة الخيانة اللي المفروض يتعاقب عليها بالإعدام وبدل من كده هيتطرده من الأصر خرج الإمبراطور ويف وسط كل المستشارين والقادة علشان يعلن إنه هو المسيطر على الوضع وبعدها بعت مجموعة كبيرة من المفوضين جيك يونج علشان يشوفوا حل مع حكام الأقاليم خلوا الناس يطردوهم ويضربوهم كلهم لكن سمحوا بالخول كانج بسبب موقفه اللي كان مناصر لهم ودخلت واحدة عجوزة قعدت معهم والكل كان بيناديها بالسيدة الكبيرة واضح إن كان ليها احترامها وما كانتها الكبيرة بينهم قارت إن المفوضين اللي هيجوا تاني لازم يتقتلوا علشان تبقى دي بداية الحرب على الإمبراطور واللي هيكسبوها وشجعتهم علشان يزيروا قوتهم وكل دا وكان جانج ساجد الآخر يتكلموا وقال إن دي خيانة لأن جوريو مش همتهم وفكرهم إن جيش ختان غازة جوريو بسبب انقلاب وأكيد هيكرر كده تاني وطالب منهم يفقون نفسهم ويفكروا في مصلحة جوريو بدل من مصلحتهم خصوصا الحرب لسه مخلصتش شافوا إن كلامه دا خيانة ليهم وطالبوا منه يا تيزر وإلا يموت لأن المفروض واحد من القادة الإقليميين ويفكر في مصلحتهم هم بس رد عليهم جانج وقال لهم إنه مستعد للموت بس ما يشاركش في خيانة الإمبراطور لأنه تابع ليه رفع كبيرهم السيف وكان لسه يهت الجانج وصل للحارس وبلغهم إن قوات الإمبراطور جاية في الاتجاه لهم ومعاهم رضبه أكبر من المفوض فعل انتفاجه إن الإمبراطور وصل لهم وستحر راسه والمداخل وشاف جانج استغرب من الوضع اللي بقى فيه سهل القادة الإقليميين عن السبب اللي يخليهم عايزين يتيلوا جانج بدون تهمة وبدون حكم إمبراطوري رسمي وطلب منهم يبطلوا وتلاعوا بالشعب ردت علي العجوزة وارث لأنهم عايزين يعيشوا في سلام وده هيحصل لما يبطل يعتدي على ممتلكاتهم قال لأن كل الأراض اللي عندهم مش ملكهم لكن أخذوها بوضع اليد واستعبدوا الناس لسنين كتيرة وإنه مفيش أي حاجة هتوقفوا إلا لو قطعوا راسه لما سيفه قدام العجوزة والله النوم لو هيقدروا يعتنوا بالشعب وكل شؤون البلد الداخلية والخارجية فالأفضل إنها تقطع راسه دلوقتي بسكت السيف ولما جاي جانج وجي يوقفوا قدامه علشان يحموا أمرهم النوم يبعدوا رفعت العجوزة السيف علشان تقتله لكن باقي القادة المحليين شعروا لها علشان تتراجع فسمعت الكلام ورامت السيف قال لامبراطور طالما أنهم ما تلهوش بقى لازم يطلو وهم في طري الرجوع للأسر قال لامبراطور لجانج أنه مش هسمح له يبعد عنه تاني لأنه محتاجه جنبه أما العجوزة فعلت مع أبائي القادة المحليين وسألتهم بي خلوها تتراجع عن قتل الامبراطور قالوا لها نديها تبقى خيانة وما فيش حاجة قدامهم لحد دلوقتي غير إنهم يبقوا مطعين لي لفترة وبعدها ينقلبوا عليه تاني كتبوا رسالة وخلوا كبيرهم يوصلها للامبراطور قال للامبراطور النثام كويس إنهم بتتراجعوا خطوة علشان يبقى قدامهم من الوقت اللي يقو فيه أكتر رد علي كبير القادة المحليين وقال إنهم يعرفوا غلطتهم ويعيشوا تحت حكمه ساب له رسالة وخرجوا رسالة كما اكتب فيها إنهم عايزين مفاوض يتكلموا معاه ويقولوا طلباتهم خرج الامبراطور قال للمفاوض إن القادة إقليميين خلاص مش هيئزوا حد تاني وعرف إن فيه مفاوض من ختان وصل فجمع كل المستشارين والمساعدين ويفوا استقبلوا مفاوض قال للامبراطور إن لازم يزور ختان والامبراطور لونج علشان يقدم ولاه رد علي إنهم لسه ما فقوش من الحرب وهزورهم مرايب لكن لسه ما حددش التاريخ المفاوض صمم وقال إن لازم يعرف التاريخ حاليا وإلى الامبراطور لونج هيعتبر إن كل ده عبارة عن كسبة والحرب هتقوم بينهم تاني قعد الامبراطور مع المستشارين علشان يشوف رأيهم ويعرف تصرف إزاي قالوا جانج النختان عارفين كويس أو إنهم مش هيقدموا ولاقهم علشان كده دور على المبرر جديد ياخزوا بي جوري خصوصا إن جيشهم لسه ما تعفاش وخسروا معظم القادة الأقوية في الحرب الحال دلوقتي إنهم يقولوا إن الامبراطور مريض وتبقى دي حجة لتأخير الزيارة وفق الكل على الاقتراح ده وطلبه من جانج إنه يكتب رسالة دبلوماسية يقولوا إن الزيارة هتتم خلال شهرين بعد تعافي دي بشكل كامل وفي نفس الوقت يجهزوا الجيش كويس جدا ورح القاعد جي يقدم الرسالة بنفسه لكن لونج كان شايفين يدي طريقة علشان يهربوا بيها من الوفاء بالولاء حظر جي وقال إن الزيارة لو ما تعمدش في خلال المدة اللي محددينها وقتها قبل امبراطور وشعب وهيكون كبير جدا نغير إنه لازم طول الفترة دي يكون في علاقات بينهم إلا إفهم العكس رجع القاعد جي بالكلام دا للامبراطور وكمعروف إنه فيه مهرجان قريب في ختام بمناسبة عيد ميلاد لونج ولازم يبعته مبعوث للتهنئة خرار كانج إنه هو اللي يروح لكن الامبراطور رفض وقال له إنه دايماً بيدور على الموت وبدل ما يرمي نفسه في التهلكة يفكر شوية في إنه يفضل جنبه طلب المساعد يوم من الامبراطور إنه يبعت نائب الوزير لإنه الوحيد اللي ممكن يرجع عايش فمتأكد إنه هيروح يا موتي بقى الأفضل لي إنه يختاره هو لإنه أكبر واحد ورد نائب الوزير وقال له إنه مستعد يروح وموافق جداً وترجى الامبراطور كمان علشان يوافق مطلب منه يديله الفرصة دي علشان يساعد جوريو كان الامبراطور زعلان جداً وبعيطة إنه ما كانش عايز يخاطر بحيات حد علشان أمان ضعيف بتعطيل الحرب الوقت قصير في آخر اليوم راح الامبراطور قعد مع كيان بنت نائب الوزير وحكالها على اللي يتم وقال له إنه ده قرار ولدها طبعاً الملكة شكرت المساعد يو على اقتراحه لكنه قال له إنه ما كانش يوصد أي حاجة وحشة تغير إنه كمان مش هزورها تاني لحد ما الحرب تنتهي والوضع يستقر لإنه مش ده الوقت اللي بيتقمره في ضد بعض سابه ومشي ومتاني يوم ويف نائب الوزير يودع بنته وصمم إنه يروح لوحده علشان كلهم ما يموتوش ولما الامبراطور لونج عرف إن الامبراطور دي باعت مبعوز تاني وما جاش بنفسه أمر باتله قبل حتى ما يوصل وصل نائب الوزير مع حراسه ليلين جداً وطلب إنه يقبل الامبراطور لونج لأنه كان معها هدايا كتير للامبراطور لونج الامبراطور أول ما شافه قاله إنه باعت مبعوز لجوريو علشان يعلن الحرب بالنياب عنه أمر القائد إنه يطعراسه يعلاها على باب الأصر فضل نائب الوزير يصرخ ويقول إنه مينفعش يعلن الحرب على أم أعلنت ولاها الامبراطور صمم على قراره فأخذوا القائد علشان يطعراسه لكنه يصر مفوضين أجانب في اللحظة دي ويقفوا كل حاجة بتحصل قاله إنه مبعوز جوريو الموجود جاي علشان يحتفل بعيد ميلاد الامبراطور لونج طر القائد إنه يسيب نائب الوزير وما يزهوش لكن أخذوا راهين علشان يضغط بيه على الامبراطور دي طبعا الأخبار وصلت لدي لكن كمان وصلوا خبر إن الشعب وايف قدام الأصر والمعارف خرجلهم وكان كلهم ليهم جنود ميتة في الحرب ورفضوا الفكرة خالص ومعفين بالهم فوض ختان ووصل فهجموا عليه وبدأ يضربوه فأمر الامبراطور القائدين إنه يتسرب بسرعة فعلن رفع السلاح وأنقذ المبعوز الكوراني واخدوا لأصر الامبراطور جوا كان المفاوض متفاهم موقف الشعب وقال للامبراطور إما يبدأ رحلته حالا لكوران أو يتنازل عن المقاطعات الشمالية الستة غرب جوريو علشان الامبراطور لونج يقدر يهدي شعبه لأن الجيش في الطريق ليهم ويسابه مشي تمع الامبراطور مع المستشارين علشان يفكروا بعقلانية كان رأي المستشارين إن الامبراطور يتفاوض مع الامبراطور لونج علشان يلاهو حل وسط قال جانج إن الامبراطور لونج عرض عليهم الحرب نفس الوقت عرض عليهم ست مقاطعات بدون حرب ده دليل على ان اختان مش مستعدة اصلا للحرب ولا فعلا القوات كانت في الطريق اليوم كان زمانها وصلت طلب منهم الامبراطور انهم يفتكروا كويس ان عمره ما يفرط في ارضه جوريو وسببوا مراحل مراته التانية علشان يوسيها على اللي بيحصل لولدها لقال الملكة وفا معها وهي اللي بتوسيها فشكرها كانت الملكة اصدها تامل كده علشان تكسب رضا من تاني مع انها كانت بتكره كيان كان نائب الوزير موجود مع المبواصين الاجانب وبشكرهم انهم انقذوا حياته قالول انهم عملوا الواجب وختان كانت ناوية تامل غلطة كبيرة وقالول انهم هم في طريقهم كمان لحظوا ان في فوضى كبيرة ده معنى ان جيش كوران مش هيقدر يواجه جوريو لأيام دي كان عايز يوصل الخبر ده للامبراطور دي باسرع ما يمكن خصوصا ان جيش كوران قرر ان يخدع جوريو وبعد جزء صغير من قواته علشان يوهموا من الجيش في الطريق اليوم بدأوا في مفاوضات رسمية مع مسؤول حكومة خيتان ووضحوا له ان التخلي عن الست مقاطعات معناها التخلي عن جوريو صار عليهم انهم يتخلوا عن هوان جهو بدل الست مقاطعات رجوا بالخبر للامبراطور دي وقالوا له انهم لو تخلوا عن هوان جهو زي مختان طلب معناها انهم يتخلوا عن كل المدن المحيطة بيها لان الحماية فيهم ضعيفة وقت ما الامبراطور كان بيتشاور مع المساعدين جلقات شيوان وقال لهم انهم كانوا مستخبيين وقت ما كان فيه قتال ومن الطبيع أنهم يفكروا في التضحية في القطاعات التانية لكن اللي عايزوا يوصلوهم من الجيش كله مستعد يموت في سبيل الحفاظ على أصغر جزء من جوريو تعصب علي المستشارين علشان الامبراطور يوقف الجدال بينهم ساكت الكل وقال إن القوات اللي عادوا في الطريق ليهم مفروض إنهم بدل ما يتخنوا ويتحدوا مع بعض وفي الوقت ده نائب الوزير حاول إنه يهرب علشان يبلغ الامبراطور دي بوضع ختان للأسف جيش ختان حس بيه وقبضوا عليه وكانت بنته هتموت من القلق كل يوم بتدعي له ولما الامبراطور شافه في الوضع ده الدقيق من نفسه جدا وكمان بعبيدة إن والدها يرجع بالسلامة في الوقت ده حاول والدها أن يهرب علشان يوصل للامبراطور الحية للأسف جيش ختان أبض عليه ورجعه تاني وكان مفاوض ختان بيضغط على الامبراطور علشان ياخد قراره بسرعة لأن جيش ختان في الطريق له الامبراطور كان محتار جدا ومسك الختم بتاعه علشان يمضع الاستمارة التخلي عن القطاعات نادى على الخادم يانجي وطلب منه ويرجع الختم تاني مكانه يحرق الاستمارة قال للمفاوض إنه مش هاستغنى عن أي جزء من جوريو ولا القطاعات وطلب منه نيبلغ لونج أنه رمز الشعب جوريو والمقاومة وعدم الاستسلام والطول ما عايش مش هتخلى عن أي جزء من جوريو قرر المفاوض عليه وفكروا إن الجيش في طريقه ليه وقدر يقول كده ليهم بنفسه رد على الامبراطور وقال إنه مش خايف من الحرب وما ينفعش أبدا إنه يستسلم بدون قتال لأن لو عامل كده فما يستحقش بامبراطور وفعلا لو عايزين يستوروا على جوريو يبقى لازم الأول يقتلوه ويهزمه كل الشعب ويتعى حس جنج بالفخر بيه ورجع الامبراطور لمراته وكيانه وعتذر لها أنه ما وفقش على المفاوضات ومصير والدها بقى غير معلوم طبعا نهارت من اللغيات بعد اللي سمعت وزيلة علشانها الامبراطور جدا ورح له جنج وقال له أنه ما كانش في حل تاني غير اللي عمله وانه أخذ القرار السليم وهيجي اليوم اللي هينتصروا فيه على اختان وياخدوا حق كل الناس اللي ماتت طلب منه ما يترددش أبدا وفي امبراطورية ختان راح واحد أخذ نائب الوزير وقال له أنهم جايين ياخدوه على شال الاحتفال فيهم أنه يموت لكنه ما في الطريق قبله جاسوس من جوريو كان متخفي طلوقتي ويوم ختان إنه معاهم وبيساعدهم وصل نائب الوزير للحدود وقال له أنه يوقف يعطل الحراس وطلب منه يبلغ الامبراطور أنه عمره بينيسي نتحت رعاية جوريو فعلا طلع سيفه وفي وجه الحراس ولما الخبر وصل للامبراطور لونج ضحك وقال أنه في كل الحالات هيطيبض على نائب الوزير عند نهر يالو اللي موجود عنده جزء من الجيش لكن القائد صمم أنه يروح بنفسه علشان جنود جوريو يعرفوا أن أمر الغزو حقيقي وافق الامبراطور على الاقتراح ده وتحرك القائد وهو في الطريق لأ أعوان جوريو اللي يساعده نائب الوزير وطلب من حراسه أنهم يسلموهم للامبراطور الامبراطور كان متعصب جدا عليهم وما شافهم قال لهم وسألهم ليه مش بيبالوا بالرحمة وينسوا جوريو ضحك قائدهم وقال أنهم بيفضلوا الموت على أنهم يبقوا تابعين لوحش زيه حكم الامبراطور على القائد بالموت بطريقة شنيعة وهي عن طريق شق بطنه وقبل ما الامبراطور دي يعرف أن نائب الوزير هرب طرد مفاوض ختان برا الأصر وقبل ما المفاوض يخرج قال له أنه بكرة يندم على كل اللي عملوا سكتوا المستشارين وخرجوه وللأسف زي ما الامبراطور لونج كان متوقع أبض على نائب الوزير قدام عيون جيش جوريو قبل ما يوصلوهم مادروش يدخلوه كان لسه بيقول بولو صوته أنهم يبلغوا الامبراطور رسالة مهمة ولما ساهم الحد عندهم في الرسالة فضربوا جنود ختان وأخدوا معهم الرسالة لما وصلت للامبراطور عرف أن جيش ختان مش هيقدر يخوض الحرب وأنهم كانوا بيخدعوهم مش أكتر قرر الامبراطور أن ينقذوا بأي تمن جانج أنه لازم يبض على فوضيهم كوران بسرعة جدا ويخوضهم رهين وفي المقابل يحرروا بيها نائب الوزير فإنه يتحرك جانج على طول ونجح في مهمته ووصل الخبر للقايد قبل ما ييت الناب الوزير وقفوا من الأدام وقرر أن يروح يتفاوض مع جيش جوريو بس جانج قرر أن يستخدم نفس خطتهم وأن يخوف ختان ويهمهم منهم هياخدوا بلدهم وساعدوا في كده قايد الجيش هناك ونجحت خطته وبعت رسالة للامبراطور طمينه إن الناب الوزير عايش رح طمين كيانه وقتها ما قدرتش تمسك دموعها من الفرحة وحضر جانج للتفاوض مع القايد بنفسه قالوا القايد إنه مستعد يسلمه نائب الوزير بس بعد أكتر من شهر فمقابل إنه يسلموا المفاوض بتاعهم فورا وفي جانج بس بشرط إنه يجهز ما كان الناب الوزير يعيش فيه بعيد عنهم بس قايد جوريو كان شايف إنه لو بيحصل ده إهانة كبيرة ونفعش يستحملوها جمعوا نفسهم وراحوا للامبراطور دي وسلموا رسالة موقع من كل القادة العسكريين بإنهم رفضوا قرار المستشار جانج ورفضوا كمان إنه يكون القايد الميداني قال لهم بقى إنه عنده أسباب خاصة اللي هيرفوها في يوم من الأيام وطلبونهم يسوقوا فيه ويرجعوا تاني لمكانهم فكروش إنهم لما اتجمعوا بالشكل ده يهددوه وعمر القايد جين ويرفع سلاحه عليهم خافوا ورجعوا تاني وطبعا كانوا متعصبين ومديقين جدا من اللي حصل وصل القايد جانج كان علشان يودع أخته وزوجته ويروح لمكان الجيش والحرب خبت عليه ألاءها وقاريت له إنها مبسوطة إنها ترتاح منه بس هو كان فاهم كويس إنها بتقول كده علشان بس الداري ألاها عليه ولما وصل الجيش الشرقي صخر منه النايب اللي موجود في الجيش وده كان أفضل قايد وقال إنه مجرد عجوز مش بيعمل حاجة غير إنه بيكتب شوية رسائل هدى كان جي الجو وقال إنه دي حقيقة وعلشان كده محتاج ليه هو وكل القادة علشان يدعموه ويوجهوه للطريق الصح أو الحاجة عملها إنه راح زار المكان اللي فيه نايب الوزير علشان يطمن عليه وطبع لما كل الأخبار دي وصلت لمرات الامبراطور ترحيج جدا لدرجة إنها هوفت تخبس كحك علشان توزقه على كل الموجودين في القصر وطريقة تصرفها مع الملك لفت نظر كل الخدم فنصحتها واحدة منهم منها ببطل تتعامل معاه ببرود وأكيد هيجي يوم ويحبها ويفضلها هي وبدنرجعتان للقايد الميداني كانجل اللي بدأ يلف على كل مكان في معسكرات الجيش عمر بتحسين معيشة الجنود وراح لنايب القايد علشان يتكلم معاه رد عليه بطريقة مش كويسة وحب يحرقه أكثر وقال له إنه لازم يعلم الجنود بطريقة عملية وقفه قدامه قاتل قوي وكبير علشان يقتله ويعلمه حاجات كانت نتيجة إن الجند ضربه ضرب كانجل منها بالقايد إنه يقتله بنفسه وقال له بدل ما يستخدم رجالته علشان يهنوه فلا أفضل لي إنه يوقفوا قدامه بشجاعة ادائي جدا نها بالقايد ولسه يضربه وسابق كانجل حط السلاح على أبتو عرفنا بالقايد إنه كان غلطان وقال له جانجل الأفضل ليه يعمل لمصلحة الجنوب بدل ما يركز في مسميات المناصب ولو لسه متدائي وشايف إنه غير كفء علشان يتواصل معاه فممكن يتواصل مع المساعد بتاعه بس الأهم من دان يقوم بكل واجباته وسابه مشين للأسف كان فيه ناس من جوا جوريو عايزينها التوعى زي القايد يون اللي أولاده الاثنين ماتوا في الحرب الأولى كان بيحارد كل القادة وبيقلبهم على بعض أو الناحية الثانية كانت المزوجة الثانية للملك السيدة كيان بتحاول إنها تكون لطيفة مع الكل لكن طبعا الملكة ما عجبهاش كده وتعصبت عليها وطلبت منها تجاهز لها فستان بنفسها وفقت كيان ودخل التخيط ولما الامبراطور عرف دخل لها وطلب منها ما تعملش كده تاني وإنه يبلغ الملك علشان ما تطلبش منها أي أعمال لكن كيان رفضت وقالت له إنه ده واجبها فقرر الملك أن يقعد جنبها طول ما هي بتشتغل وكمان يرى تقارير الجنود اللي وصلت له في نفس الوقت ده عند حدود الجيش هجمت قبيلة على عدد كبير من الجنود وقتلوهم جمع جنج كل الجنود وقال لهم إنهم لازم يتعقبوا بشدة علشان يعرفوا إن القبائل اللي هتساعد جوريو هتبقى حليفة المعاهم أما اللي هتعجمهم فهيقضوا عليهم ويقضوا أرضهم ويقضوا أبداية حدوك جوريو فعلن بدأت المعركة وكان جنج يموت لكن اللي وقف أنقزه هو نائب القائد بتات المعركة الصالحة وممرت لأيام جيما وادروجونا بالوزير حسب الاتفاق بين قائد خيتان وكانج بعد مرور ثلاث سنين كاملين كان جيش جوريو بقى آوى حصلت تصرحات كتيرة في الحياة السياسية لكن في المقابل الشعب بقى فقير مع ذلك الكل استحمل وقال إن الهدف الأول والأخير هو الفوس في الحرب وجعل جوريو آوى دولة بس للأسف القادة العسكريين كملوا خطتهم الشريرة وبدأوا يجمعوا بعض بشكل أكبر كان القائد شانج شافني دي خيانة ووضح له القائد الرئيسي اللي سبب كل دا وهو القائد تشوي وقال له إنهم مش ناويين يؤذوا الامبراطور لكن ناويين يعلمون أن يحترم القادة كويس وبرضو اللي حصل دا كان من تحريض القائد يون الخاين وراح التواصل مع الملكة وقال لها إن عصرها هيبدأ واهتباهية المتحكمة في كل حاجة بس مردش يقول لها التفاصيل ويفرها بالفكرة جدا خصوصا الامبراطور كان بيضي موزمواته مع كيان منها على كده وتواصل مع القائد جانج وطلب منه إن يخلي الجيش دايما في وضع الاستعداد لأنه سمع أخبار إن ختان قربت تأخذوهم تاني فعلان دي كانت حية والامبراطور لونج كان متحضر لكده وبعت مفاوض من ختان عشان يتناقش معهم لكن قدتها القادة العسكريين رفضوا وسابوا الحدود وخرجوا وقتها المستشار يو اقترح إن الامبراطور يعقبهم الامبراطور رفض وقال إن أكيد ده حصل لأنهم مدهيين من حاجة وقتهم واحد علشان ينادي القائد تشوي ويتكلم معه بشكل هادي لكن كان جواب تشوي عليه إنه دبح الحارس وطلب من كل العسكريين إنهم يجازوا نفسهم علشان يقتحموا الأصر كل سمع كلامه بدأ يحضر نفسه وكان فيه اتنين من ضمنه حراس الأصر بيرقبوا الموقف من بعيد طلعوا يجروا على الامبراطور وبلغوا إنه فيه انقلاب ضدهم ورد على القائد جي وقال له إنه هيضي عليهم فورا بس الامبراطور ما كانش حابب إن حاجة زي كده تحصل سمح له بس إنه يجمع الجنود علشان يحمل أصر بس لأسف على بال مخارج اتلم عليه عدد كبير جدا من الجنود وكتفوه وفضل يضربه فيه وأخدوه للقائد تشوي لما تأخر شاكل مستشار يو إنه يكون انضم للقائد العسكريين بس الامبراطور كان واثق إنه دي حاجة عمرها ما تكون حقيقية لكن دخل واحد من الحراس وطلب من الامبراطور إنه استخبه بسرعة وده كان رأي كل المستشارين ومن ضمنهم جانج واقترع علي إنه يسافر علشان يروح للجنود في الجهة الشرعية اللي كان القائد الميداني بتاعهم والنهم الوحيدين اللي هدروا يوقفوا الانقلاب خرج جانج فعلا ووصل بعد القائد تشوي ومع الجيش كبير وأمر الكل إنهم يستولوا على الأصر لسه كان بتسأل إيه اللي بيحصل دخل الجنود وأبضوا عليها ودخل القاديون للملكة وقال لها إنه يسلمها بنت نايب الوزير عرشان تنتيم منها زي ما هي عايزة قالت له الملكة ندي خيانة وأمرته إنه ياخد كل أعوان ويخرجوا من الأصر طلب منها تتعاون معهم بطاعة وإلا هيزيها هي والإمبراطور كان القادة العسكريين لسه وافين مع الإمبراطور وقالوا له إنه لازم يسيب الأصر ويرفقوه لمكان أمام بنفسهم وإلا هيؤتلوا كل اللي تابعوه في رؤية ده كان جانج وصل للقوات الشرعية وطلب دعمهم والكل وافئ ينقذ الإمبراطور خصوصا نايب القائد يتحركوا على الأصر والإمبراطور فضل قاعد مع المستشارين اللي كانوا محبسين في القاعة كلهم والقادة العسكريين كانوا مستنيين قراره برا القاعة بإنه ينفي كل أعوان ومستشارين ويتخلى عن الأصر ويمشي وبدأ المستشارين يقولوله إنه لازم ينفذ المطلوب وينفيهم بس هو رفض خرجوا علشان يسلموا نفسهم اعتعت لما عليهم القادة العسكريين وفضلوا يضربوهم كانت القوات الشرعية وكمان الغربية في طريقها للأصر لكن وصلت لهم رسالة من الملكة بتقول إن الإمبراطور وافق على كل طلبات القادة العسكريين وحل المشكلة بينهم وما فيش أي حد من القوات يتحركوا لأقرب من الأصر ويالي كتبت القرار ده لإن الإمبراطور مريض وقاعد القوات الغربية وافق وتراجع لكن كانج قطع رسالة بإيده وقال إن معاه أمر من الإمبراطور نفسه مش هتراجع أبدا واخد القوات وكمل بيهم الطريق والأخبار دي وسطت ليون وبلغها للملكة وقال لها إنها باير جزء من الصورة وعشان كده لازم تأتي الكيان بنفسها أو على أهل تدى أمر بكده أما باقي المستشارين اللي كانوا لسه مع الإمبراطور بعدما صلوم الأخبار دي اقترح نائب الوزير علي يوافق على طلبات القادة العسكريين خصوصاً إن القوات الشرقية ممكن تتهزن بسهولة وهتبعدين هايك جوريو المستشار يو كان شايف إن دي حاجة غلط ومنفعش الإمبراطور يبعدهم يفئيه تحد ولازم يقاوم لحد النهاية طبعاً القائد يوم ما كانش يساكد وفضل يقول للقائد تشوي واللي معانه نوم لازم يهجوم على الأسر ويسيطر عليه لحد ما اقتنعه وطلب من الحراس النوم يبعده لما رفضوا قالوا نوم لازم يدفع على الإمبراطور بدأت المعركة بينهم سمع الإمبراطور والمستشارين صوت القتال اللي انتصر في القادة العسكريين واقتحبوا الأسر مرة واحدة أمر تشوي الحراس النوم يبعده كل المستشارين عن طريقهم ويفهو والقائد تشانج وطلبه من الإمبراطور انه يبعد رسالة للقوات الشرقية ويطلب منهم التراجع وهيتنازل عن حكم ويسيب الأسر رفض الإمبراطور وقال لهم انهم لو عايزين يتلوه فهو مستعد ورفع شويسيفه على واحد من المستشارين وقطع رابته قدام الكل وقال للإمبراطور انه يتلوهم واحد ورد تاني في اللحظة دي وصل جانج ومعا القوات الشرقية فخرج لهم الإمبراطور وطلب منهم انهم يرجعوا تاني لمكانهم ويحمل حدود صدم جانج من القرار وما كانش عايز يخلي حد يمشي لكن الإمبراطور قال ان اللي مش هيسمع كلامه هيعتبره خاين وطلب منه هو كمان يروح معاهم دخل مع القادة العسكريين لكن جانج رفض ان يسيبه وراح القايد يون للملكة وبالغها باستسلام الإمبراطور وقال لها ان نايب الوزير هيطرد ويعملها معاملة خاصة باعتبرها جزء من الصورة وسبه وخرج فعلا الامبراطور بلغوا منهم في كل المستشارين اللي عرضوا القادة العسكريين ومش هيستشير حد غير القادة العسكريين وبس في المقابل مش عايزوا ميوزوا اي حد تاني وعادوا تشانج فعلا هيحترم الكل وهيرجع تاني ومجرد ما خرجوا كمبايا القادة العسكريين عايزين يقتلوا جانج لانه حاول يوقف الصورة ولما الامبراطور خرج لقائد جديد هيكون مسؤول عن حماية وما سأل عن جي ما لقاش اجابة واضحة فطلب من الخادم يانج ان يكتشف اللي حصل لجي والسيدة كيان راح يانج يسأل عن كيان او الواحد قالت له الخادمة انها ما تعرفش مكانها من وقت ما القائد يون اخدها وابضوا كمان على نابي الوزير فعلا اخدوه قدام عيلته وطلب منهم تشوي كلهم انهم يسيبوا جريو او هيقتلوا كل عيلته فهم ان ابنته في خطر وفضل يصرخ ويسألهم ايا فين بس طبعا محدش رد والقادة العسكريين كانوا بيحتفلوا بالنجاح لوصلوله لكن القائد تشانج مكانش مبسوط واتشوي كمان قرر ان يتل كيان بس خب الخبر عن تشانج خالص الاخبار وصلت للامبراطور وعرف انهم سبب اختفاء كيان وعليتها وقال لي يانج انها يفضل يدور لحد ما يعرف مكانها وراح الامبراطور للمستشارين فاسمع جانج وبيحكي لهم على رسالة الملكة ليهم وعرف ان ده معناه ان الملكة ساعدت الخوانة وحلا على طول وسألها عن مكان كيان ففهمته انها اضطرت تعمل كده علشان تحميه علشان هاجم حدودها ولو ما تعاونش معاهم هيقتلوا فضلت طعاية كتير وتطلب انه يسمحها بسوء اللانها تحاولت لانسانة غبية وما عرفهاش وسبها ومشي للاسى بقى كيان كانت بالتعذب ومحبوسها لوحدها وده كان نفس حال القائد جي اللي كان محبوس في زنزانة لوحده مستر ان مات والمالحارس اللي واقف على زنزانة يدخلوا ضربوا وهرب وفي حارب كل العساكر الحراس وفي حارب كل العساكر الحراس وهرب وراح لجانج وكان عايز يروح للامبراطور علشان يساعده جانج طلب منه انه يفضل مستخبي ويروح يدور على الملكة كيان ويحميها ولان كل الحراس العسكريين كانوا بيدور عليه فساعدته مراك جانج وخبيته في عربية مليانة بضاعة وعملت نفسها مسافرة لأهلاها علشان تعدي بيه من البلد اما الامبراطور دي فاستدع القادة تشوي وتشانج وسألهم بشكل مباشر تشانج طلب منه يبطل كذب لانه كل الخدم شهدوا ان العساكر اللي تابعهم هما اللي اخدوها وضربوا تشوي ويقعوا في الارض وطبعا دي كانت جريمة كبيرة انها تحصل قدام الامبراطور طلب تشانج منه انه يتزل للامبراطور لان اللي بيعملوا ده غلط همسكوا تشوي ضربوا وحط السيف على رقابته وكل القادة قالوا انهم مع تشوي وقال يقول لتشوي ان اللي بيعملوا ده صح وكلهم هيبوا معاه بس لازم ياخد خطوة اكبر وكل المسؤولين التانيين خلاهم اجمعوا كل حاجاتهم وطردوا من المكاتب بتاعتهم مش بس كده ده كمان تشوي تطلع قرار بان المسؤولين العسكريين هم بس اللي هيبوضوا ومرتبتهم وما فيش حد تاني ليه لحق في اي فلوس وبدأ يتصرفوا منتهى الحماقة في الاصر ويهينوا الخدم طلب الامبراطور من المساعدين المستشارين بتوعنهم يصبروا لحد الوقت المناسب وده المستشارين يفكروا وفهموا ان في حد هو اللي بيحرك تشوي واكيد هو القائد يون رح له جنج وطلب منه يوري له كتافه الاثنين وكان يون رافض لكن جنج شافه بالعافية وعرف انه هو نفس المحافظ اللي كان عايزية الامبراطور وقت الحرب واتهم بتهمة الخيانة وامر بالحراز بالأبضى عليه رح بقى المستشارين بلغوا الامبراطور بالله حاصل الوقت ده كانت الملكة بتتكلم مع القائد تشوي وطلبت منه يتكلم مع الامبراطور باحترام فضحك وسخر منها وطلب منها تكون مطيعة وإلا هيئزيها وحذرها بان صبره محدود وسابها وراح للامبراطور لانه كان طلبه هو والقائد تشانج وادح لهم الليون عمله وطلب منهم ينفزه العقوبة وهي قطع الراس قال ليون ان اتصاب في كتفه وقت ما كان بيطارد قال ليون ان اتصاب في كتفه وقت ما كان بيصطاده وما فيش اي دليل ضده لاني قاله ان في حد سما هو بيترب بجريمته ودخل شخص اعترف عليه قال لسه الامبراطور هيحكم عليه بالإعدام وقفوا القائد تشوي وقال له ان لسه عايز يعمل تحييات بنفسه امر الحراس علشان ياخدوه يخرجوه برا وخرج وراه من غير ما يحترم اي قرار للامبراطور وقال ما خرجه من باب الاسر خلى الحراس تسيبه وبدأ يناقش الموضوع معيون علشان يلاه حد قال ليون ان لازم يخلص من الملكة بعد ما يخلص من الامبراطور على طول علشان ما فيش حد يجعله دماغه كل ده والقائد جي كان لسه بيدور على الملكة كيان لحد ما واحدة دلته على طريقها وصلها جي وخلصها من الحراس اللي كانوا عايزين يتلوها وبعد القتالي الطويل معاهم اخدها ومشي اما الامبراطور كان مع القائد تشانج وطلب منه رأيه في اللي حصل ولما القائد اكد له ان دي حاجة غلط طلب منه الامبراطور ان يصلح الغلط ده بنفسه اخد تشانج جنوده وراح يسيطر على الوضع لكن تشوي طلب منه يبطل اللي بيعمله قبل ما الجنود كلها تموت وامر بالأبضع ليه موتانيوم جه مفوض من ختان وطلب من الامبراطور ان يزور الامبراطور لونج ويقدم ولائه وسابهم ومشي على طول اعرف الامبراطور دي ان جيش كورونا على الحدود بيزيد وعلى بال اخر الشهر ممكن يحصل هجوم فطلب من كل المستشارين والقادة انهم يستعدوا للحرب وقال القادة العسكريين للقائد تشوي انه ممكن بسبب انشغالهم في حماية الحدود والحرب يخسروا السلطة على الاسرة الامبراطور كان بيفكر في الحرب ومش عارف ازاي يواجهها نفس الوقت يواجه الانقلاب الداخلي ووعد لوحده والقاد يوم جاله وفي ايده سكينة وجه ليه علشان يقضي عليه بيها لكن ضربها بعيد عنه وفضل يضحك على خوف الامبراطور منه قال له انه مش هيتلوه علشان هيخليه شوف الام اكبر قال له انه مش هيتلوه علشان هيخليه شوف الام اكبر من الام الموت لحد ما يكره نفسه لانه يخليه يعد الحلود ويروح لختان ويقسم بولاءه ويعيش رهينة هناك وقال لقيت لكل المستشارين والمساعدين بتوعه واحد وراء الثاني وسابوا خرط اليوم جالوا تشوي وطلب منه يروح لختان ويقدم الولاء هناك ما في الامبراطور فمقابل ان يحافظ على سلامة كل موظفين الاصر واترجع جانجي والقايد وكل المستشارين انه ما اعملش كده فهاجم عليهم القادة العسكريين وضربوهم علشان يوسعوا الطريق للامبراطور علشان يمشي خرجت الملكة بنفسه وفضلت طعاية وتقوله انها كانت غبية لما ساعدته ومترجته ما اعملش كده بعت رسالة مع الخادم بتاعه وخلاه يوصلها القوات الجيش الشاري وطلب منه منهم يقتلوا كل الخوانة كان الامبراطور طول ممه وماشي مع القادة العسكريين كانت الناس كلها بطعاية وبتحاول انها تمنعه لانهم ما كانوش عايزين يحسوا بالزل قدام العدو وقبل ما الامبراطور يمشي من الاصر كتاب رسالة الكيان وبعت لها وشرح لها فيها كل حاجة بتحصل وقال لها كمان ان مشاعره نحيتها بلقت تزيد معلوات لكن ما كانش عنده الجورة انه يسيب الملكة بس من النهاردة قرر ان يوسع لها مكان في قلبه طلب منها ما تسيبوش وتفضل جنبه رجبة حسنة وراحت على مكانه على طول مجيه اصلا سبقها وراح علشان يساعد الامبراطور وكشفيون الخطة اللي الامبراطور كان ناوي يعملها قالت شو انه لازم يصدر مرسوم علشان يوقع بيه قوات سوك يونج وعلشان ده يحصل لازم ياخد الختم الملكي ويختم به رسالة يبعثها القوات سوك يونج فعلا سرع الختم الملكي وكتب الرسالة وبعثها القوات سوك يونج تاني يوم كان مكتوب فيها طلب من الامبراطور بانهم يتوجهوا المكان تاني خالص غير اللي هو فيه بصل الخادم يانجو بعدها وضح لهم ان يدير سالم زورة ومش حقيقية وفانا تحركوا على المكان اللي فيه الامبراطور انضمت لهم كيان اللي كانت لسه وصلها حطوا خطة مع بعض علشان يوصلوا بيها للقاعة اللي فيها القادة العسكريين بشكل طبيعي بس كانوا لازم يبلغوا بيها الملك عملت نفسها من خدم المدينة ولما راح الامبراطور يزور المتحف لقاه هناك وشرحت له كل حاجة من غير محد يشوفها خرج الامبراطور من عندها بعد ما عارف الخطة وطلب من تشوي انهم بيحضروا له احتفال قبل ما يمشي لانه من وقت توليه الحكمه ما عملش احتفال ولا مرة فعلا بدأوا يجهزوا الاحتفال وكان احتفال كبير راقص وقال الامبراطور للتشوي كل الوضع اللي هما فيه اكتشف في الاخر ان السبب فيه لانه كان غلطان انه عامل العسكريين بشكل سيء وحاولي اقناع تشوي علشان كل حاجة تتصلح ووعده ويتغير واترجع النوافع علشان جوريو تشوي رفضوا اهانه هو والخدام الملكيين فخرج واستعراض تاني اعجب بيه الكل وفي الامبراطور في الوقت ده وقال انه عايز يقدم تحية لكل الموجودين وقال انه دي اخر مرة يوفيها معهم حكا ان والدته ماتت وقته وكانت بتولده كانت حياته صعبة جدا وعلشان كده من يوم ما تولى الحكم وبيحاولوا انه ما يزيش حد ولية الاي مجرم حتى بس لاحظ انه فيه مجرمين في العالم لازم يتعاقبوا ندع على جيشه وامر بقتل كل الخاونة فطلع كل الرقصين هم مقاتلين الجيش الشرقي وشالوا الاقناع من على وشوم وبدأ انهم يقتلوا الخاونة لسا الجنود العسكريين اللي وافي للحراسة يدخلوا جالهم القاية جي ومناعهم وباش فاضل في القاعة في النهاية غير القاية تشوي والقاية تشانج قاتل تشانج تشوي وكده يبقى سيطر الامبراطور من تاني على الحكم بس دخل القائد يونو في ايده سهم وعزية الامبراطور وقال ان ولاده الاثنين ماتوا بسببه لانه باعتهم للحرب بعد ينجل الامبراطور بسرعة بلما السهم ييجي فيه وقرب شانج وقتل يونو والخبر وصل لمستشار جنج والباقيين ففرحوا جدا اما الامبراطور في علاقته تحسنت بالملكة كيان وشكرها على كل حاجة عملتها علشان وقال لها من النهار ده هيبوا مع بعض لما وصل مفاوض ختان علشان ياخد الامبراطور ابض عليه جيش جوريو قرر الامبراطور ان يفضل في سوكيانج مع الجيش علشان يواجه الحرب وصل الامبراطور لونجو امر بغزو جوريو مرة تانية وفعلا بدأت الحرب سنة 1015 مرت سنين كتيرة كانت مستمرة وحصل خلال السنين دي حاجات كتيرة زي يموت نائب الوزير ومرض الملكة ومش بس كده ده كمان الامبراطور بقى عنده ولد من الملكة كيان قرر الامبراطور ان يعين جانج مسؤول عن قيادة الجيش علشان ينهي الحرب خالص رجع انه يرجع بالنصر وراحت الملكة لكيان وقارت لها انها خلاص بتموت وطلبت منها تخلي بالها من الامبراطور وتسعيده ورجعت لقضتها وماتت طبعا الكل حزن جدا عليها وتاني يوم الجيش كان بيحارب زي من الامبراطور طلب من جانج انه ينهي الحرب لصالحهم كان الامبراطور لونجو هو كمان بيطلب من القائب بتاعه انه ينهي الحرب لصالحهم كل واحد منهم كان عنده ثقة في القائب بتاعه وفيهم اتفاجئ جانج بزحف الجيش الكوراني ليه بس كان عامل حسابه كويس ويدر انه يسيطر على الوضع وينتصره سحب الجيش الخيطاني وقرر انه يهاجم بس بشكل تاني ويروح للعاصمة فإلا كان الخبر صحيح والكل كان خايف من هروب الملك مرة تانية بس هو قال ان الاصره يفضل مفتوح وانه مش هيهرب ابدا حتى انه خرج تكلم مع الناس واكد لهم ان جوريو هتنتصر في النهاية وفضل الكل يهتب باسمه شكر كل الحراس والقادة اللي فضلوا جنبه وخدموا جوريو بكل طاقتهم وقويتهم وقالولوا انه ما يحربوا للنهاية بالقوات والجنود الموجودين فهلا ان دل حصل مع ان كان عددهم ولايل جدا بس ظهروا مرة واحدة لجيش خيتان وهزم وجوز كبير منهم وقرر البقين انهم ينسعبوا جوريو قاتلهم بالسهاب ومحدش كان بيصدق ان مية جندي من جوريو يهزم الفين جندي من خيتان لدرجة ان قائد خيتان توقع ان جيش جوريو اللي ظهر عدده اكتر من ثلاث تلاث قرر القائد ان يروح بنفسه وعلشان يموموه بين العدد الكبير خرج الامبراطور هو وكل المستشارين ومعهم شعلات من النار علشان جيش خيتان يعتقد ان الجيش عدده كبير جدا القائد لما لقى الشعلات في مكانها مش بتحرك توقع ان الشعلات متثبتة في الارض وما فيش جيش ولا ناس اصلا بعد سوان وصلت الملكة ومعها كل شعب جوريو في ايدهم الشعلات علشان ولما قائد خيتان شاف الشعلات بتزيد سد انها حقيقة وان الجيش جوريو كله موجود تغير ان جالوا خبر تاني لان فورسان جوريو قربوا جدا من المكان طرع علي المساعدين بتعنوا من سحبه وفعلا سمع كلامهم وقال ما الشعب والامبراطور ساموا الخبر فرحوا جدا واحتفلوا شكر الامبراطور المالكة كيان لانها سبب في النصر ده والخبر وسل كمال لجانج فقرر ان يطردهم علشان يقضع عليهم خالص اول ملقاء خيتان عرف كده قرر ان يخوضوا الحرب تاني ويقضع راس جانج ويقدمها ديها للامبراطور فالما عشره الشمس كان محضر جيشه كله واتجه به الجيش جوريو والجانج للجنود انهم لازم يقضع لكل جيش خيتان علشان يمنعهم من الهجوم مرة تانية كانت الساهم نازلة على جيش جوريو زي مطرة والوضع كان صعب جدا وعدد الجنود كان كبير وبيموا جانج كان عنده امل ان يفوز وطلب من الجنود اللي معاهم العربيات الحربية انهم ما يترجعوش ابدا فالن جيت دور على القتال المباشر وكانت المعركة قوية جدا على الطرفين خصوصا ان جيش خيتان كان معاد روة من الحديد ويدر ان يختار الجيش جوريو ويدخل وسطهم مش بس كده ده كمان حوتهم وكل اتجاه وقايد خيتان قال ان خلاص نهاية جوريو بتتكتب النهار ده بدأ جيش جوريو انهار والجنود تنسحب لكن ويف القادة نادوا فيهم انهم يلتزموا مكانهم وعربيات السيوف بالذات ما تحركش بس للاسف اول خط من عربيات السيوف كان محاصر والباقيين بدأوا يهربوا فطلب النايب من جانج انه يصدر امر بقطع راس اي جند يهرب سابه جانج وراح للجنود وويف وسطهم وقرب من عربيات السيوف ومسكها وقال ان جوريو مش هتموت ابدا وهتنتصر وفضل يرادد الجملة دي ودخل كل الجنود تتشجع تاني وتمسك عربيات السيوف وتبدأ تحركها بكل قواتها علشان تيضي على قوات خيتان فاجئ قاية خيتان بالخبر ده ودأ امر الباقي القوات انها تيجب علشان ما يسبش فرصة لجنود جوريو باي شكل من الاشكال الجنود برضو فضلت تحرك عربيات السيوف وتقاوم وتضغط على جيش خيتان واخيرا انتهت الحرب الصالحة ومنتصر جيش جوريو حتى الجنود ما كانتش بسدق نفسها من الفرحة ورجع جانج لخيمة القيادة بتاعته وقال له القائد انها يطارد قائد جيش خيتان لكن جانج رفضوا قال له ان الحرب خلاص انتهت ولازم يحتفل بالانتصار وعيط منكتر فرحيته اما جيش خيتان فمات منه عدد كبير جدا ولفضل عايش كان مجروح وانسحب بهزيمة كبيرة وعبره نهر حتى من غير حصام وخبر نصر وصل الامبراطور دي وبكى منكتر فرحيته هو وكل المستشارين ورح يانج بلق ورق جانج علشان يطامنها وفرح كل الشعب جدا وبركه لزوجة جانج وامر الامبراطور بتجيزها دايما للدهب قدمها لكل جيش جوريو اول ما وصله وطلب نلقاء الجانج انه يقافه ما ينحنيش له تاني ابدا وسلمه ظهرة النصر المصنوعة من الدهب الخالص والاحجار الكريمة وطلب منه يقبلها ولبسها له فراسه ومسك ايده وشكره وقال له انه انقص جوريو ورفع ايده له فوق وخلى كل الشعب يسقف وده كان تكريم كبير جدا لجانج مش بس كده ده كمان طلب منه الامبراطور انه يقود الطريق بيه هو والجيش ووالما جانج وصل البيت لذب الزوجته وردت النصر فراسها وكل الشعب كانوا يتفرج من بعيد فحسب بالاحراج دخلت للبيت بسرعة مقاية ختام بقى فارجع للامبراطور ومن كتر غضب الامبراطور كان بعيط بس دموع حزن وخيبة امل وبدأت الاحتفالات في جوريو بشكل اكبر واجتمع الامبراطور بكل المستشارين وشكرهم كلهم على فترة تحمل الحرب اللي مرت عليهم وكل زعماء القبائل القريبة منهم قدم لهم هدايا تهنيئة بالانتصار ونهاية الحرب وبعدها راح الامبراطور للملكة كيانه وقال لها انها هتبقى الملكة الرئيسية للأصر وبنهم هيكون هو الوريس بعدها خرج قابل جانج وطلب منه جانج انه يقبل استقالته بس الامبراطور رفض وقال له ان الحرب منتهتش زي ما هم فهمين لانه متأكد ان ختان عمرها ما تستسلم غير انه استلتوا رسالة من دولة تانية بتطلب منه التعاون معها بحجوم تاني على كوران علشان يقضوا عليها بشكل نهائي تاني يوم عاد الامبراطور مع المستشارين علشان يدرس معهم الموقف وياخد قرار بشأن الموضوع وبعد مفاوض بيطلب من الامبراطور دونجو انهت عاد بعدم غز وجوريو مرة تانية فهم الامبراطور انهم نويين يهجموا على ختان والقائد ولم عارد الرسالة كان هجن ترجى الامبراطور انه يقبل بالعرض اللي عرضينه عليها علشان يحافظ على سلامة ختان ترى الامبراطور انه يسمع بالنصيحة ويوافق والدي انهم هيبوا على الحياد ومش يطعوا علاقتهم مع اي حد وكل المستشارين شافونه ده قرار حكيم وسليم وبعدما الامور استقرب بالوضع ده ترجى جانج الامبراطور انه يوافق على استقالته لانه تعب ومحتاج للراحة وافق الامبراطور على طوله ونزل ويف معاه وشكره وقال له انه عمره ما هينساه ابدا فرد عليه جانج وقال له انه هو كمان عمره ما هينساه وطلب من الامبراطور انه يبقى يزوره وخرج كانج وقتها بص الامبراطور على كرس العرش وافتكر كل افراد الاسر الملكية اللي ضحت بحياتها وراح قاعد على كرس الحكم وقال انه دي هكون بداية جديدة لجوريو وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله